موسيقى صباح الخير مشلدينا براحل بكم بحل أجديد من برنامج الحدث نهار الجمعة 22 نوفمبر 2012 بسعدني راح بضيفنا بالستوديو عدو تكاتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقول لها صباح الخير دكتور صباح الخير أهلا وسهلا فيك يعني اليوم موضعنا المطروحة هي زيتها تقريبا صار لفترة بس لكن انتاجية الحكومة للبعد من خصوم كوة ثامن من أذار وأيضا من خصوم هذا أو تركيبة هذه الحكومة سعى لأنه بعد سنتين لش تأخرت التشكيلات إذا الكل متفق كان فيما بينه على سرعة وضرورة التعيينات تحديدا الديبلوماسية إضافة أكيد إلى وضع التيار الوطني الحر اليوم في ظل إعادة تموضع بعض الحلفاء والخصوم بالمثل علاقة مع حلفاء الأمس هل يعاد كما سر بسابقا ترتيب العلاقة بينكم وبين النائب ميشيل المور هذا كله إذا فيه انتخابات له السؤال المركزي والأوضاع في سوريا إلى أين تذهب والدعم الدولي لحكومتكم اللي البعض من 14 قداران بقولوا أنه كنتوا ترشؤون بالحرار اليوم صار بايتكم فعلا بالإزاز هذه الحكومة المدعومة من الخارج كل العنوين رح نطرحهم أحد مشاهدينا براحل فيكم مجددا ونبدأ حيوارنا مع عدد سكتة التغيير والإصلاح عن نائبنا بين أولى بداية دكتور كنت عم تسمع بيك بتماعون اتصال بين النائب وليد جنبلات ونائب السابق للرئيس السوري عبد الحريم خدام شو أول شي فكرت فيه لا قبل ما هيدي يعني أنا اليوم بعتقد في هذا النهار عند المسيحيين بعتقد بالعالم كله مش بس المسيحيين بيتذكروا موتاهم فبقا بعتقد أنه هذا النهار خلي يكون عندنا شوية ذكرة على كل الشهداء اللي سقطوا وكل موتانا يلي على القليلة نتذكرهم مرة بالسنة ما نعيش معهم بس على الأيين نتذكر نتذكرهم مرة واليوم نتذكر كل الشهداء وكل الناس الأحبة والغير الأحبة يلي هني اليوم في دنيا الحق مظبوط أكيد ورحمة الله على كل هذا واحد اثنين فيه شغلي لفتتلي نظري أنتوا عم تحكي أنه قالوا أنه ليش تهلأني عملوا التعينات ومع أنه قلوا سنتين رح نحكي أكثر بالتعينات لا بس لا فتتلي نظر هذه الكلمة لأنه قلهم تسع سنين أني ما عملوا التعينات ما فهمت ليش رح نحكي أكيد من تسع سنين لليوم لكن بداية بإتصال عن نائب والد جنبلات أو ما سر بحسب صحيفة الأخبار تحديدا بإتصال بين نائب والد جنبلات وعبد الحليم هل اليوم هذا هو فعلا قراءة سياسية بأنه الوضع بالسورية ما رح يتغير وأنه ممكن الكل يسقطه من رؤساء ويبقى الرئيس السوري بشار الأسد نحن من الأساس قلنا أنه القضية السورية مش بهالشكل هذا بتنحل قلنا نحن مع الديمقراطية في سوريا مع تغيير في سوريا مع حقوق المواطن في سوريا مع الديمقراطية كل ما يعني مثل أي دولة أخرى في العالم بس الشي اللي نحن نبهنا منه من الأساس أنه نحن بلبنان ما رأنا بهالتجربة هذه 30 سنة حرب في لبنان النتيجة كانت بالنهاية قعدنا حول طاولة وتحوارنا يعني على قليل الشعب السوري كان يتطعز من اللي حصل في لبنان ومفروض كانوا يقعدوا السوريين كلهم سوا حول طاولة ويتفهموا على مستقبل بلدهم وأي نظام بدهم ببلدهم وأي وطن يريدون بعتقد كانوا تحيشوا كلها الدم اللي عم بيسقطوا كلها المعارك والخراب اللي عم بتصير الحديث اليوم عن تسوية شبيهة بتسوية الطائف اللبناني كون يعني البعض يشبه ما يجري في سوريا بأنه حرب أهلية يعني إذا بتتذكري هون هالبلاتو هيدا قلتها الكلام أنا قلت أنا أنه يعني للأسف أنه الشعب السبنية اللي عم بيدفع اليوم هو الشعب السوري اللي بده يعيش اللي بده يفكر بمستقبله نحن ما رأنا بهالتجربة فما كان حدا يقتنع وفيه البعض ما زالوا بعض من اللبنانيين وغير اللبنانيين بعضهم عم بيراهنوا أنه بإمكانهم بسقوط بعض ضحايا وبدم أكتر وغيره أنه محتمل لغيره الدم بيورت إلا الحقت يعني حتى لو بديوا يسقط النظام هناك حقد في سوريا اليوم يعني أصبح على الأطراف المتنازعة كلها شبه المستحيل يعني أنه يقدروا يعني كل ما زاد كل يوم عم بيمروا كل ما عم بيزيد الحقد فأنا برأيي أنه من المفروض أنه آن الأوان للشعب السوري اليوم أنه كل واحد منهم مثل ما بيقولوا بالفرنسي يعني حطوا شوية ماء بين بيديتهم بيكسر حديتها يعني 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 ويقعدوا حول طولة ويفكروا بمستقبل بلدهم لأنه الدمار اللي اليوم موجود بسوريا بأعتقد بدهم سنين وسنين لحطيه لي يعودوا هذا هل يعني الاتصال اللي صار مع الأستاذ وليد جمبلات يعني بيدل كلنا بنعرف الأستاذ وليد جمبلات دائما عنده قراءة مسبقة عن غيره من السياسيين في لبنان عن الأمور اللي بتحصل بالمنطقة فبعتقد قرأ يعني إجتوا الرسالة واضحة أنه بالشكل اللي وصلت لأله الثورة السورية اليوم أصبح من غير الممكن تغيير النظام السوري أصبح وكأنه النظام السوري أكيد متطور يعني أصبح وكأنه أصبح حاجة اليوم في هذه المنطقة وسمعنا الصحافي سمعنا الصحافي هلاني شو عم بيقول في داعي تاني اللي أكيد من هنيب السلامة واللي قال أنه عنده خوف على الثورة السورية بالفعل كلنا سوا عندنا خوف اليوم أنه هذه الثورة اللي بلشت بأفكار كتير مثل ما بيقولوا كتير سامية وصلت لمطرح صار القتل على الهوية وشفنا على اليوتيوب عم نشوف كل يوم منظر كيف عم تصير عملية الدبح وعملية القتل وغيره واللي صار بحمص من يومين ثلاثة كان الرجل المسن اللي عمره 84 سنة اللي كان قاعد مع ابنه اللي هو ابنه المعاق كيف دبحوا دبحوا له ابنه المعاق يعني كان آخر مسيحي بحمص فبقى هالأمور كلها سوا هذي هذي اللي بتقول أنه الثورة السورية لم تعود ثورة سورية أصبحت عملية اليوم بس بأي تسوية يعني إذا بنا نشبه شوي لتسوية الطائف في لبنان بأي تسوية في طرف يحاسب أخيرا مثلا بالطائف يقال بأنه آخر الحروب كانت حرب الإلغاء وتم حاسبة يعني سواء العماد بيشيل عون أو الدكتور سامير جعجع أنه في حدا من الأطراف خوسب إذا اليوم بدو يصير طائف في سوريا إذا بدو يصير طائف في سوريا مين بدو يتحاسب؟ من آخر المتحاربين يعني رح يكون دقيقة إذا بدو يصير في طائف في سوريا لازم يأخذوا العبر من اللي حصل في لبنان حتى الطائف بالشكل اللي حدث فيه كان غلطة لأنه شفنا أنه بعد 15 سنة و16 سنة من الطائف بعد 15 سنة شفنا أنه كل الأمور اللي قاموا فيها بالأساس كانت غلط واللي وصلت البلد اللي ما وصلت إليه إذا عم نحكي بتطبيق الطائف يعني ما بعد الطائف إذا هو الطائف كتسوي أساسا كعملية نفي للعماد عون وعملية إذا إذا بنا نقول سجن السيد سامير جعجع لأسباب سياسية إذا بنا نقر فيها رغم أنه عندي علامات استفهام عليها إنه سجن لأسباب سياسية إنه يكون سجن لأسباب سياسية عم أقول حتى إذا كان سجن لأسباب سياسية والعماد عون نفي وشفنا كيف الطريقة اللي تعاملوا فيها مشاريحة كبيرة من اللبنانيين قدت إلى ما نحن اليوم عم نعيشه فإذا إذا رح يكون في طائف في سوريا من المفروض يأخذوا عبره من الأخطاء اللي كانت بالطرف نين ما يكون فيه عملية إقصاء لحدا ولا نفي لحدا مثل ما عم تتفضلي حضرتك وتقولي بس البعض يقول أنه أي تسوية اليوم هي خسارة للنظام يعني اليوم إذا ما فاتوا بي تفاصيل يعني أكيد ما رح يكون شبيه لطائف لبنان بكل تفاصيل لا من الرعاية العربية ولا من الرعاية الأجنبية الكل خسروا بسوريا ما حدا يفكر أنه في حدا رابع بس اليوم إذا صار في طائف في سوريا هو عنوان الشراكي بالسلطة الكل رح يخسروا كل الفئات السياسية رح يخسروا اللي رح يربح الشعب السوري لأنه رح توقف الحرب رح يوقف الدمار رح يوقف إراقة الدماء طب هذا الحل ممكن الحديث عنه لماذا منه ممكن يعني أي متى ممكن أن تتمسع لنادي التسوية وأنه قال أنه أوقفوا حمام الدم شفنا نحن أنه الرئيس السوري مين اللي عنده اليوم القوة بعد بسوريا يقول نحن مستدين نذهب إلى طاولة التسوية كله اللي عنده بعده الرئيس الرئيس بشار الأسعد بعده مادد يده لكل الناس شفنا أنه كل الإصلاحات اللي عملها بالنظام اللي كان بالنحية الدستور يعني عمل إصلاحات كتير كبيرة بسوريا تبس على ورق بعد اليوم يعني هلأ الإنسان أول شي ما بده يكتب شو بده يعمل تكتب شو بعده تتركوا مجال لحتالي اللي مثل ما بقوله لتنفيذ ما تتفق عليه أو للتغييرات اللي تتفق عليه طيب فيه انتخابات للألفين واربطاش لرئيسة الجمهورية طيب قال المعارضة السورية مع كل احترامي إلى إلون كله نسوا بدل ما كانوا يستعملوا السلاح ويستعملوا القتل والدمار وغيره لو يبقوا يناضلوا بشكل سياسي كانوا ربحوا قضية أكتر والألفين واربطاش جاية كانوا ممكن أنوا يترشحوا تحديدا من المعارضة السورية كيف يردوا على النار يعني إذا كانوا هن يتواجهوا بشيء مزافة مسلحة بالبداية ما كان فينار بس بالبداية كانت سلمية وتحولت إلى كانوا يربحوا وقت اللي كانت سلمية وقت اللي فات بينات العناصر اللي كانت مؤمنة بالتغيير بالسورية وان العناصر اللي كانوا بدهم التغيير بالفعل بسورية وقت اللي فات عناصر أصولية وغيره صارت تندس بين المتظاهرين وصار فيه نوع من الاعتداءات على رجال الأمن لأن رجل الأمن وظيفته أنه يحمي أي مظاهرة ولكن بصير فيه اعتداء على رجل الأمن بأي بلد بالعالم بأمريكا بفرنسا بأي بلد بالعالم لأن بصير فيه اعتداء على الأملاك العامة وعلى القوى الأمنية أكيد القوى الأمنية عليها ومن واجبتها أنه ترد على الاعتداءات هيدا اللي صار هلأني فلتت الأمور بعدنا وتطورت إلى ما قالت إله اليوم أنا عم بلك بالنسبة لأيلي إذا كان هناك منطائف في السورية يجب الاتعاز مما حصل في لبنان أنه يكون بالنهاية إلنيها ومن إلنيها للشعب السوري أنه بنا بدكم تقعدوا حول طاولة وتتفاهموا على مستقبل بلدكم الدماء يوصل إلى شيء الجروس إلى طاولة أساسة أو أبرز أعملتها سيكون بقاء الرئيس السوري بشار الأساد في سلطة الرياضي ما كله بعد في السنة بدك حدا يترقص هذا الموضوع إن شاء الله بيكون الرئيس بشار الأساد طيب إذا اليوم سقط الرئيس بشار الأساد طيب مين بدي يقوم بعملية مين إدارة هالأي طاولة بدأت تكون موجودة بدك حدا يديرها طيب هلأ لي بعد في سنة الانتخابات يعني هالسنة هذه وقال من سنة يمكن بعد إذا قعدوا حول طاولة واتفقوا كانت بإشراف الرئيس الأسد أو بإشراف أي شخص آخر أنا بالنسبة للنتيجة هي زيتها هي السنة من الأهلة بغضون هذه السنة كيف سينتظر لبنان مرور السنة وأكثر من سنة إذا كان في حل أو إذا ما كان في حل يعني لي أقله موعد الانتخابات الرئيسية السورية كيف مرحلة الانتظار؟ علينا نحن كلبنانيين ونحصن نفسنا لأنه بالنهاية شفنا اللي صار لما كنا نقل لهم ده الفريق الآخر اللي هو شريكنا بهالوطن هيدا كنا نقل له الاتكال على الدول الأجنبية ما بينفع لأنه أي ساعة اللي بيليقوا أنه مصالحهم أصبحت في مكان آخر رح يتركوكن بنص الطريق ما كانوا يصدقوا هلأ هن من عقلن أنه نحن مصدقين اليوم الدول الكبرى أنه بدعمهم للحكومة اللبنانية ما حدا يفكر أنه نحن مصدقينه بس أنتوا مش مقتنعين أنه دعمه هو الذي أبقى الحكومة اللبنانية؟ شو اللي بقى هاليومنا الحكومة؟ إذا لم يكن الدعم الدولي؟ اللي أبقى الحكومة اللبنانية هو هو أن الشعب اللبناني يلي قدر يحفظ منزله ويبقى ببيته وما ينزل يعمل تخريب بالشارع هذا اللي أبقى الحكومة ما حدا يفكر أنه هؤلاء الدول بشو بديواقفوا؟ وقفوا بالبيانات والزيارات والزيارات السفراء والبيانات والدعم كانت بيانات متناقضة جدا بيانات متناقضة جدا يعني أنتوا قريتوا بهذا الدعم الدولي كنتوا عم تشوفوا أنه مجرد دعم شبيه بما يعرف اليوم بالدعم الدولي للثورة السورية يعني كانت هذه المقارنة بذكروني الدعم الدولي نانسي بذكروني بقصة صغيرة الفارة والبسينة قال في فارة كانت معششي بالعريشة ولبسين أيام صيفية نايم تحت وقعت الفارة من العريشة إيجت على الأرض بيشوفها اللبسين بيقول له الله الله بتقول له الفارة إيدك عني وما عليك مني هاودي هالدول هاودي نفس الشي عم بيقولنا الله الله بس إيدهم عنهم عليهم منها نحن قادرين ندبر أمورنا فأنا لا أؤمن بأي تدخل خارجي بشؤولنا اللبنانية من أي جهة عربية إقليمية فرنسية هي واعي الشعب اللبناني اللي خلى هذه الحكومة لأنه الشعب اللبناني قرف قرف الشعب اللبناني أبقى هذه الحكومة لأنه شعب اللبناني بده يعيش لأنه ما تمادت الأمور ما تمادت بده بده أول شي نحن على أبواب الدخول إلى المدارس الجامعات والمدارس وكل ما يعني فيه من أمور وكان فترة أعياد وكان يعني الناس ضجرت اليوم حتى ضجرت من كل التوكشوات اللي عم بتصير أنا عم بقولك ضجرت الناس ارفوا ارفوا من السياسي إذا نحنا سياسيين ارفنا من بعضنا كيف بقى الناس زي ما يقرفوا مننا يعني في عملية قرف اليوم عند الناس الناس بده غير شي الناس بده تعرف بده تاكل بده تود برادة على المدرسة بده سلسلة الرطب والرواتب بده طرقات بده هيدا اللي بدي إياها الناس ما عدت فرقيني معها رجال السياسيين ما بيتحولوا إلى نايدة خدمة اجتماعية أكثر يعني منه من الأساس اللي ما بتروحوا على فكرة خلص ما بقى ترشحوا ما زالت كلكم بتحكوا عن حالة القرف وأنه لو نحنا لو في فعلا جمهوري حاسب المقال نائب وليد جنبلات لكن نحنا مرجعنا عن تخبوله يعني بدي إليك شعلي أنه منترك الشيء ونترك البلد يعني لا بس تركوا البلد بالعكس بقوا بالبلد بس في دوء بالموارد الأخرى يعني اللي هي غير إنه السياسي أنا عم بقلك من الأساس ويمكن كنت تسمعيني دايما ومشكلة الإعلام كمان معلش يا بتقولي بتحطوا على الإعلاميين إيه أنتوا السلطة الرابعة بالبلد يعني اليوم الإعلاميين هني اللي عم بيهيجوا بعض الأحيان الوضع الداخلي نحنا عم نستفز هلأ بدي إليك شعلي أنا اللي من بيجي أنا بطلع مثلا بيتوكشو مع أي صحافة بطلع بيجي بقل له ليك في هذه الطريق المحل فلان الفلانية ما عم بتهتم فيها الحكومة وما عم بتهتم فيها كذا بيقولي طيب شو رأيك بالكلام اللي قاله فلان لا بيقولك شو رأيك بتقول هالكلام بالحكومة اللي فيها عشر وزارة من التكتب لا لا بيتني شو رأيك اليوم ان الصحافة شو بده يقدر يعملك بياخد هؤلاء الملفات بسلمهم للحكومة ولا السلطة الشعيين إذا انتوا بقلب السلطات يا ناسي دور الصحافة مش ينقلي أنا بسمع الرجل السياسي شو حكي ما حدا دوره يقولي شو رأيك بكلام لا إيكس ولا إجراج من الناس دور تقولولي شو بدكن تعملوا أنا بحب يكون في توكشو ينسألوا خصوصا نواب التكتل خلي واحد يوصل الفكرة أنا بفضل إنه الصحافة يحطني أنا ونيب تاني من أي فريق اللي كان ويجي يحط مشروع معين يقولي في قصة الكهربة مثلا مشروع الكهربة شو مشكلة الكهربة أنا بيعطي رأيي بالكهربة والنيب التاني بيعطي اثنين نسوا يام نتفق على فكرة بيستفيد من المواطن أو على قليل واحد منا بيقدر يقنع التاني اللي عم بقلك إنه كل التكشوات ما قال النتيجة طيب قال فلان ما رح يغير رأيه وأنا ما رح يغير رأيه الناس اللي ورانا اللي معي معي واللي معه معه يعني صفت الناس عم بولنا أعطونا شي جديد أعطونا شي جديد طالما عم تقول أعطونا شي جديد يعني اليوم لما بتحكي عن أمور اللي هي فعلا حياتية وتهم المواطن اللبناني إنه إذا بدنا نفتح الملفات بتقولوا بالآخر إنه نحنا ما قلنا عليه الحكومة تعطل مظبوط لا ما حدا أبيوها الكلام كيف هيدك الكهرباء البواخر ليه على القنين كانوا بنص البحر لأنه وزارة المالية لم تدفع الأموال لم تؤمن الأموال أنا كنت تفضل بتقلك شعلي بدل ما كانت القصة كانوا ضد خطة الكهرباء اللي أعمالها الأستاذ جبران بسير نيح الوزير بسير بس ما عطونا شي غيره ما عطو بديل الفريق الآخر السياسي الآخر ما عطو بديل اللي برات الحكومة واللي ما انهم موافقين على الخطة إذا ما نكون موافقين على الخطة عطونا بديل خلي تكون على القليلة إذا بدك الدسكوسيون تكون بين اتنين يكون على شي أنا ضدها ضد مشروع الكهرباء وفيها السرقاء وفيها نهب وفيها أخيه لا تلزمت ولا بعد توافق عليها ولا شي صار في سرق 300 مليون و400 مليون و500 مليون دولار يعني يعني حتى الأمور الإنمائية عم نجي نزغرها بشكل بس مين اللي عم تزغرها؟ أنا بدي أرجع أخذك على المحل يا خيه سياسيين عم تزغروا بس أنتو الإعلاميين مفروض تقولولن لسياسيين ما كل يوم من لكم عم تزغروا المواضيع بدوا الناس كهرباء بدى الناس تليفون ما يقطع كل ديتان بس تعمل اتصال بدى الناس طيب وبالآخر بيبين أنوا أنتو بين بعض مش متفقين أنتو اليوم حكومة أكترية هذا السؤال اللي توجه لكم شو بدنا أنه في تسع سنين؟ اليوم حكومة أقله كانت تسمى أنه حكومة أكترية متجانسة على تمرير اللبنان بمرحلة استقرار وأنه تمشي أمور المواطنين مظبوط التعينات الدبلوماسية ليه أخذت سنتين ورجعتوا اتفعتوا من بعد كل الوزارات اللي كانت تصير من تسع سنين؟ كله غلط أنتو اليوم جيتوا حكومة ما تسميتوا حالك الحكومة الصح بسنتين هذه الحكومة كل ما تعرضت له من أول نهار تكونت بعد يعني بكل بلد بالعالم على القليل بينطروا الحكومة بيعطوها فرصة بيعطوها فرصة أربعة شهر خمسة شهر من أول نهار تكونت هذه الحكومة قامت الأيام عليها واعتبروا حكومة انقلابية طيب هلأني بقول لك كان في أكترية وخلصت أولا أنا كنائب أنا بالنسبة لي لي ما فيك تشبرني أني أبقى معك أنا بسياستك مثل ما هي مدة الأربعة سنين أنا ممكن بالطريق أنا وياك ما نتفق على إديئك بغير طريقه إذا غير الأستاذ وليد جنبلاط طريقه من مكان إلى مكان آخر من بلش نقول له ونحطي طوله الفرد براسه والأمصان السود وما بعرف شو وحكي كله ما بوصل للنتيجة في حكومة بتعطوها أربعة خمسة شهر إذا الحكومة فترة فترة لحتى اللي تتحرد إذا الحكومة هاي دي ما عطت شي بس من أول نهار لن نتعامل مع هذه الحكومة وحكومة انقلابية ونريد إسخاط هذه الحكومة يعني اللي صار بلبنان بالفعل جنون ما في بلد بالعالم بتروب فترة سماح لأي حكومة بدأت تكون نحنا وقت اللي كانت تصير هذه الحكومات كنا نقول عندكم هون على البلاتو كلنا نحكي الكلام نقول هذه الحكومة نحنا راح نعطيها فترة سماح ستة شهر أو سبعة شهر بعد هالفترة هاي دي نحنا إذا كان إداءة غلط راح من نحاول تغييرها وإذا إداءة كان صح راح نقلا برافو عليك صح ولا غلط فإذا إذا بنكون ديمقراطيين ما فيك تقول لي لي غيرت رأيك أنتك ما غيرتوا ديمقراطيا ما يؤخذ عليكم إنكم غيرتوا بإنقلاب أيضا ولكن تغيروا بطريقة ديمقراطية كيف؟ 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 بإنه تم استخدام القمصان السود بوقتها حاج يعملونها قصة قصة قمصان السود يحكوا قمصان السود مبارح اللي صار بعتقد الأميس السوداء بعد أفضل كثير من القناع الأسود خلصنا بقى من هالكلام هيدا ما حدا أفضل من حدا بهالأمور كلها سوا هاي أحلى القناع الأسود ولا الأميس السوداء ثلاثانية وأسود بقى لا القناع بعض القناع الأميس بعضهم كاشف عن وجه منوة بس هذا القناع الأسود ربك ما بيعرف منوة إذا كانت لبنانة أو غير لبنانة أيضا دكتور إذا كانت الضغوطات سابقا على الحكومة هي التي تمنع هذه الحكومة من الإنجاز ما خلوها أنتوا جيتوا وعملتوا تشكيلات هلأ ديبلوماسية من بعد ما اعتبرتوا حكومة تساهم بالقتل حكومة بالاختيارات مش هيدا كانت الشعارات اللي رفعت ضدكن من لحظة اغتيال لوائل حسنا لحد ما اليوم أنتوا حكومة ورافعين جوشكم فعلا شعار إسقاط الحكومة المعارضة أنت صحفية ودور الصحافة هو نقل الحقيقة وليس الباطل تضبوط ولا سيدنا ما يكونوا على الأرض تقلينا ذاكي صغير اللي بتقليلي أنه حكومة متهمة بالقتل طيب قيمتا صار صار الاغتيال صار الاغتيال هلا الحكومة دي عمرها سنة ونص رح بصيره عمرها الحكومة مضبوط طيب بفترة هالسنة ونص بعتقد أنه رغم كل التوترات الأمنية اللي حاولوا يعملوها بقيت عملت استقرار أنا ما بعرف كيف بيعتبروا أنه هيدا حكومة القتل وبالحكومات اللي كان فيها الرئيس السنيورة كان فيه 12 جريمة قتل وعدا عن عدا عن التفجيرات اللي كانت تصير واللي بالمناط الله يساعده المواطن المواطن بيموت بيستشهد بس ما حدا بيذكر اسمه هيدا المواطن هو الجند المجهول ما حدا بيجيب سيرته بيجيب سيرته بيجيب سيرة السياسة أو سيرة الشخص اللي معروف بس سيرة الإنسان المعطر اللي رايح على المرأة اللي رايحة على شغلها أو الرجال اللي رايح على شغله والولد رايح على مدرسته ما حدا بيذكرهم هودا واحدا بيسأل عنهم ولا حدا بيحكي فيهم التفجيرات اللي كانت تصير بالزلقة ببرمانة بسد البوشية وين كانت عم تصير كلها هيدا؟ مناطق صناعية جميلاً أو بالتفجيرية لا مش صناعية مناطق وين سكنية وين كانت هاي المناطق؟ كانت مناطق مسيحية مظبوط كانت مناطق مسيحية أغلب التفجيرات اللي صارت كانت مناطق مسيحية مظبوط ولا وهالمناطق المسيحية سياسياً لمين هاي المناطق سياسياً؟ كانت تتاب على قلنا بين القوات لبنانية وطيرو ما عندهم ولا نيب كيف تقولي قوات لبنانية ما عندهم شيء قوات لبنانية فيها كتاب ولا كتاب كان فيها حتى ما كان عندهم ولا وزير ولا وزير ولا نيب بهذاك الوقت مش هون الموضوع بس إنه هاي المناطق معروفة سياسياً ليه فريق معين اللي هو فريقنا السياسي كانت معروف هالمناطق كانت كل التفجيرات عم بتسير فيها هاو ما شايفون هاو ما شايفون لما بقولوا القتل هو دائما من جهة وحدة هالناس اللي سقطوا ما في شهده سقطوا هاو دي كمانا هاو عندهم أهل هاو عندهم ناس بتبكي عليهم كمانا هاو هاو يمكن في ناس بتبكي عليهم أكتر من غيرهم لأنه ما عليهم ولا مسؤولية هاو دي لأنهم سياسيين ولأنهم أمنيين ولا أي شيء آخر طيب ما حدا بيذكرهم هاو دي الناس بس هي مش فكرة صارت فيه نقلولي إنه عم بيحملوكم مسؤولية التفجير أي أن تكون نتائف يعني بغض النظر أنه نستهدف كان أمني أو سياسي طيب 13 جريمة قتل ما عادت تفجيرات اللي صارت طيب فين يقلولي وحدة منهم اكتشفوا حدا منها وجيبوه على التحقيق وحدة بس يقلولي وحدة طيب بس أن يقولون إنه هادي أيضا التفجيرات كيف تكون بيتهم أنا اليوم هادي الحكومة بعدها مبارح صارت عملية التفجير يعني الشهيد كان بعضوا بالأرض أعرفت شو؟ بلش الأقواص على الحكومة إنه هادي حكومة مشتركة بالخط والحكومة حولت على المجلس العادلة وحولت على القضاء والقضاء عم بيقوم بشغله وإيجوا الفرنسوية وإيجوا كل الناس وعم بيحاقوا بالموضوع يعني يا عما بديك تقبلي معهم إنه هيدا فلان اللي قاتل ولا أنت بتكون قاتلة يا عما خلي أو شيء هيدا عملية ضغط على القضاء خلينا نشوف القضاء بس بالأمس يعني نفع حزب الله على لسانة نعم محول ولا جريمة من الجرائم السانيورة الرئيس السانيورة ولا جريمة من الجرائم حول على المجلس العادلة كان كلنا سوا يتركوا انتائجوا الفصل السابع وحولونا على المحكمة الدولية وإلا وإلا ما كان حول شيء لا بس في جرائم حولت مثلا نشوف شهيد بيرل جميل حولت على المجلس العادلة لا أبدا لا 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 ما أنا محولي على المجلس العادلة مش مظبوط الحديث مش مظبط مش محولي على المجلس العادلة أيضا بما يتعلق بالاتهام يعني بالأمس شهيد الوزير بيرل جميل طيب فينو قلولي على أساس معنا أنه ما بعرف فتح الإسلام أو شيء صار في نوع من شيء من المتشددين الإسلاميين طيب هاو دي المتشددين لم يتابعين طيب وين إني هاو دي شخص واحد يقول لي وينو بوضح المهار صارت مش بلا بانفجار ولا بشيء على طريقة التكساس يعني صارت العملية أنا ما بدي فوت بهالفعل ما بقى بنا نفوت بهالفعل بس بالأمس أكيد سمعت أو قرأت بأنه النائب له هذا المشنوع أعلن عبر كلام الناس إنه في صور تظهر وجود أحد مسؤولي حزب الله لا نفرجها إنه هادي راح يسلم على تحقيق ورجع بعدين يعني بعد نفي الناب حسن فط الله ما ننسي ما على شيء هيدا أكبر أكبر جريمة بحق الوطن إنه يا أما لما تطلع على التلفزيون وبدك تقول إنك في صورة بيكون معك صورة بإيدك لأنك تسربت بكرة الصورة يصدق الخبر يعني لا إياه لما تطلع تحكي على مرشي لما يطلع بيحكي على التلفزيون لازم يفرج المواطن عم بيخبر المواطن ما تخبروا الغاز للمواطن وإذا كنت أنت تؤمن بالتحقيق كان فيك أنت تروح تسلم اللي عندك للتحقيق وتظلك سيكت باركي مسربين لهم من التحقيق باركي تسريبة ممكن تسريبة مقبول ممكن هي رهن التحقيق مقبول لا بعتقد فات القاضي على الموضوع وقال له أنه أنت عم تحكي بالتسريبات ما لك بعد ما أشعر بالتحقيق القاضي يعني رئيس أبو غايدة فات بما يتعلق بموضوع السماحة بس الوزير سماحة على رأس وعيني بس هيدا صالحة لتنا بس تكمل يعني بيعني اتهم أو أشار إلى هذا الأمر نائب نهاد مشروع أنه كان في أحد المسؤولين بموقع الانفجار وفي اتنين غيره أيضا بالوقفين نفع النائب حسن فضل الله هذا الأمر إلا أنه إلا أنه يعني مثلا استكمل هذا الأمر بوضع الأعلمية مرية معلوف أيضا لا تبقوا تحطوا شيء براس الناس عم بجد الإعلام بيحكي بيحكي بموضوع يعني صالم نائب نهاد مشروع بدل ما أنتوا الإعلام تطلعوا تقولولوا لنايب نهاد المشروع تقولولوا هذا الموضوع طلعت تحكي فيه على التليفزيون مع أنه موضوع حساس جدا ما بينحكي فيه بهالشكل هذا موضوع قضاء بأي بلد بيحترم نفسه بالعالم بفوت على الحبس اللي بيعملها ولو بدي يكون نائب ولو بدي يكون وزير على القليل يا أما كنت تسلم هالشي اللي عندك للتحقيق أو أعلنت عنه حكي قدام الناس شو صار مش يكون آه ولأ وبكرة مشوفوا بيحكي مع التحقيق وما بدي يحكي هلأ لماذا بديك تحكي ليه شو حكيت بالأساس ما كم مفروض فيك تحكي أنت نائب مسؤول ما بطلع أنا بزدت كلام هاي أنا لم يجي بقلك إنه فيه شي على السانيورة مثلا رئيس السانيورة فيه عليه ملف مالي إذا حكيت قلتلك ملف مالي بدون ما عندي وسيئة بين إيدي أنا لازم أدعى للتحقيق ناجب تخبارك طيب النائب بطرس حرب لهو كان مستهدف بأحدى محاولات الاغتيال قال اسم شخص وتم استدعاء هذا الشخص من قبل القضاء اللبناني للتحقيق معه أو للإستماع إلى إفادته يقال إنه حزب الله رفض بحجة إنه هذا مسؤول أمني طيب إنه هون ليس الخبار معا بيطلعوا بيكلم أنا بالنسبة لإليك أنا أيبي بقلك على حزب الله عرفتي كيف إنه يتعاون مع القضاء خليه يتعاون مع القضاء بها الخصوص هيدا لا مفروض يتعاون مع القضاء وما بعرف ممكن يكون متعاون مع القضاء أنا بدي أسمع كلمة القضاء أنا بدي أسمع بهالموضوع هيدا بس تعكيهم شي كلمة بقلك اهم هذا كان اتهام سياسي شو هالكلمة هادة اتهام سياسي بتولع البلد وبتقول اتهام سياسي شو الحكي هيدا أنا اتهام سياسي وقت اللي صارت قصة العماد عون بيذكروا كلهم بس ما بيذكر قصة العماد عون همه عسيس بيعتبروها كذبة طلع عرار ظنة فيها القاضي طلع عرار ظنة بحق إيكس شو اسمه والتوسع بالتحقيق هن بعضهم ما بيعترفوا وقرار قضائي ما بدني اعترفوا اللي طلعت بمأنه نحن نحكي عن محاولة اغتيال العماد ميشارون شو الخبرية اللي طلعت انه صاحب السيارة او سائق السيارة اعلن او نقل بانه هذه السيارة اصيبت في عكاة مش هذا الكلام اللي قاله القاضي ما طلعت ما طلع للقرار الظن من قبل القاضي مضبوط على القرار الاتهمة طلع واتهم فيهم ناس انه اهمي فيها اول توسع بالتحقيق هلانية نحنا ما حكينا بالاول قلنا نحنا مننتظر القضاء تنشوف شو عطا القضاء هن عملوا قفلة وعملوا رواية وصار يقولوا السيارة كما يعني ادي بد يكون الانسان عقله سخيف انه العماد عون حاقت سيارة من سياراته مواكبة فيها رصاصة مقوصة برصاصة واخدها معه عم بيتنقل فيها بين جزين وزحلة وما بعرف وين يعني مثل ما بيقولوا ما بيعرف صار يعرف انه هادي السيارة عم توجد طيسيروا يعرفوا له مواكبه يعني شو هالكذبة الكبيرة هذي شو هالاستخفاف بعقول الناس سيارة فيها رصاصة بدي يمشيها بمواكبة معه شو سبب هذي يعني ببلد مثل لبنان هل هو اضعاف السلطة القضائية اكيد اكيد لبقى في السلطة القضائية كل واحد بيطلع بيقول اتهام والناس يا بتصدق يا ما بتصدق لا اليوم بعد ثانية قالتلك بيزدتوا قالوا كذوب كذوب لسد ما حدا يصدق وهذا اللي عم بيصير معه بيكزبوا 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 بس كمان في شي انه كمان الناس بده تعرف امر واقع يعني او يعني يكون في حكم معين او اتهام معين قضائي لا تقدر تقول طيب هون في شي صار مصبت يقولوا انه خلينا المشكلة قد ما بينحكى بالامور عم بيصف القضاء يخاف يحكم شفنا بقصة الحادثة اللي صارت بالكويخات قضاء في طيب اخلى سبيل الضباط شو صار حرق الدني هذا قرار قضائي يا عم عملوا بشيطة يرجعون يا عم بديكون القضاء هو القضاء اللي بيحكموا باسم الشعب اللبناني او كل فريق سياسي بساذ الفريق السياسي بحسن مثلا ما يقول اكثر من شخصية بأربعة عشر دار بيقول طيب في نحن عنا حكم قضاءة من اعلى مرجعية دولية هي المحكمة الدولية واتهمت اربعة من حزب الله بجريمة قصة المحكمة الدولية لا 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 هذا غير موضوع اولا مخرفة للدستور المدعي الشيم الدستور اللبناني اللي بيقول الاحكام تصدر باسم الشعب اللبناني هلأ في محكمة دولية اجت على رأسنا بالقوة ونحن ما كنا موافقين عليها لا لا رئيس الجمهورية بهذاك الوقت موافق عليها لا مجلس النواب اللبناني موافق عليها طيب مرقوا رجعوا على المجلس على رئيس الجمهورية ومرقوا على مجلس النواب ساعتها بصير فينا نحكي بانه هيدا المحكمة عندها مصداقية بس لمن انا مش معترف فيها بالاساس لانه اجت علي فرض اجت علي فرض بس كلميا مش معترف فيها ليش كلميا بتمولوها مولتوها هلا يعني مولوها اذا تمولت حفاظا على احلم يقولوا انه نحن عنزوا لو طارت طيب مولوا 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 ومولوا لخير عن ارادتنا شو بدك نعم ننزل على الشارع ننزل على الشارع مثل غيرنا ننزل على الشارع مثل غيرنا انا بديلك شعال انا من الاساس قلتلك انا من الاساس هذه المحكمة بما ان كل شيء ما بيمره بالطريقة الدستورية انا بالنسبة لالي لا اؤمن به انتم كتايار وطني حر انا عم بلك نبيل نقولها هلاني انا انا بالنسبة لالي الموضوع حسب الدستور لبناني لازم اللي بيقوم بالمعاهدات الدولية هاي معاهدة دولية بالنهاية هو رئيس الجمهورية بعدين في عندك المجلس النواب لا رئيس الجمهورية وافق عليها ولا مجلس النواب وبعدين كل الامور اللي عم تصير غير دستورية لانه هاي دي المواضيع كل شيء فيه اموال بدي يمرأه مجلس النواب نحن اليوم صار الدستور لبناني وجهة نظر سوري يعني صار دستور اللبناني وجهة نظر كل واحد بفعل دستور مثل ما بده بيجي واحد بيقولك مسلا نفترض الفقرة طه من الدستور المقدمة الدستور اللي بتقول انه كل واحد لبناني لو حق يسكن وياخد بيته وغيره ازا اجا واحد شريعي اشترى او سمي اشترى عند المسيحية بتقوم لأيام ما كيف هذا يعني ما هذا الدستور غير الدستور وجاء حكيني بالموضوع ما تحكيني قبل بقت او المسيحي راح اشترى هونيك بتقوم لأيامه كمان انه كيف مسيح عم بيشتري بغير منطرة بس هل ممارسات مين عم بيمارسها? الله يرحم بي بي عم بيمارسه هو بالقبر لا بس انه بالاخرى يعني حضرتك عم تنتقد شي انتو عم تقوموا فيه نحنا يعني ما عنا عليك يعني بالاخر كانك منك قاشعة معلش ارعطيك عوينات كأنك منك قاشعة شو عم بيسير بالبلد اذا قاشعة كتير منيح اذا اذا قاشعة كتير منيح يا نانسي اذا قاشعة كتير منيح اوكي بتعرف انه مش واحدنا بهالبلد بس انا قلت انتو بالحكومة وثق الوازن وانه لا لازم تكونوا تقرروا مش معقول تكونوا بالحكومة تمضوا بمجلس نواب بتعرضوا يعني شو بتفرقوا عن البقين اللي هنا عم يعرضوا يعني صايرة مشكلتنا متل الرجال والمرأة بيتخانق الرجال هو مرته بيدربه لمرته تجي بدا تفل على البيت بيجوا اهلا بتدخلوا يا بنتي وين بديك تروحي وكذا وهيدا جاوزك وماشي الحال وخلاص نحن هيك صاير فينا لانه نحنا لانه نحنا بدنا نحافظ على شيء اسمه الشراكي بهالبلد مين عم يدخل كل مرة يقلكن شو بتكون بهالشغلية ياولادنا ياه لا لانه عملك مشين ما نكسرها مع الفريق الاخر يمكن نحنا ضميرنا عم بقلنا مين الاخر مع فريقكم انتو فريق الاخر الشريك الاخر بالبلد مين يعني مين مين ما تكسروها بالحكومة ولا تكسروها برات الحكومة شو خصت الحكومة لاش الحكومة هلأ نيه هي الحاكم بأمره شو نحنا بمملكة نحنا ولا نحنا ببلد ديمقراطي بالنهاية انجأ نحنا عنا اكترية انجأ عنا اكترية لو ما الاستيز وليد جملات ما فيه اكترية لا لهان ولا لهان جد كأنه ما نكون شيفين شيش من البلد اتصالاتكم جيدة مع نقب وليد جملات تواصل مرقة فترة كيفي فطور نحنا نحنا بنشتغل كا بار كا يعني كل حادثة نحنا بنتعامل معه ما في شي اسمه على العميانة انا بعطيكي تفويد على العميانة ما بعطي تفويد لحد على العميانة بيقوم بعمل جيد انا بيقوم بشكره قدام الناس كلها سوا بيقوم بعمل عط بدي انتقدوا لو مين ما بدي كون له حتى وزير من وزرائي بدي انتقدوا ما عندي مشكلة فهيدي الطريقة اللي نحنا اذا الوزير من عنا اخطأ من حامي عنه على العميانة متل ما بيصير عند بعض الافريقاء هون بلبنان لا هذا ما بيصير بس في تواصل مع النائب وليد جملات اكيد ما في تواصل ضمن الحكومة هكيدة شو بيهمني الاشخاص مش ضروري نعمل بفرد تقتل الاشخاص لا ببعنه كثير عم يتلقى تليفونية يعني فيش تليفون والله ما بعرف بديك تسأل السيد والجملات انا ما كنتش مع عود اعارف اذا استلم او لا ولكن مع العميانة عون وقالت لتلفن له يعني بدت نايمة كنت الموضوع قلتلك القصة بدك تشوفي النتيجة اذا كانت النتيجة بيني وبين الشريك الاخر بالحكومة كانت نتيجة منتجة هذا اللي بيهم الناس ما بيهم اذا رح تتعشيت عند الاستاذ وليد جملات وطاني نهار رحنا قبرنا بعضنا شو انتاج الحكومة ممكن يكون في وقت بعد في يعني امكانية للانتاج ولا بتلاقي انو لأ صار في صعوبة يعني بدي اقول لك شغلة ادرت على القليلة هذه الحكومة اول شي عملت المجلس القضاء الاعلى هذه من انتاج هذه الحكومة اذا بتحكي على الصعيد الاداري يعني ادرت حطي تعدد برامج بعدين في عندك اليوم قصة النفط هي من اعمال هذه الحكومة يعني بيهم قريبا جدا رح بيستفي موافقة على قصة الهيئة اللي بدت دير النفط في لبنان اللي من 30-40 سنة ما حدا فكر هذه الحكومة رح تقوم فيها هذا من انتاج هذه الحكومة بالتفاوض هل تتوقع استمرار هذه الحكومة حتى الانتخابات يعني انا مش اتوقع من قصة انا مش توقعاتي الكراء السياسية لني مشي الحيق ولني شو اسمها فاطلة ليلة عبدالهم ليلة ما بعرف شو اسمها المهم انو اللي عبدالك هي انو الموضوع بالنسبة للي مش اتوقع شو بتوقع طالما هذه الحكومة بعدها عندها سيقة المجلس النيابي بس يبطل فيه فيه ثلاث اشياء بتخلي الحكومة او استقالة رئيسة او استقالة الثلاث هاي بالدستور هاي الدستور وبالواقع شو ثلاث اشياء اللي بتخلي الحكومة تستقل هاي هنه بيخلوه هنه بسقطوه يا بتسقط بتفقد تفقد استقاب المجلس يعني ما قريتم بك ما توجستم بارح من تصريح اليزابت جونز عن ان الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس صدقيني ما بتصدق عليهم صدقيني ما بتصم عليهم صدقيني ناسي ما بتصم عليهم لا بنقريب لا مباعد لأنه متل ما بيحكوا هالكلام اليوم بكرة بيحكوا غير كلام وبعد بكرة بيحكوا شو سو بيجي السفير الاميركاني على لبنان ما بروح بياكل همبرجر بروح بياكل تابولة وكبينية وشو اسمه شو فيه بالبلاد بياكل يعني اذا انت قوية هوا معاك اذا انت ضعيفة هوا ضدك وين مصلحته بالأول كانت مع الحكومة لماذا صرت تتكن التصريحات الأمريكية هذه تصريحات كب الزيت عن نار كلهم سوا هاودي هاودي كب الزيت عن نار يلعبوا فينا فكرة بها الطريقة هادي بدنا نروح لقالوا كتر خيركم جيتوا مشيتوا معنا لا ما رح نقول لها كتر خيركم ولا ممنونيكم تيار الوطن الحرف وارد الجلوس إلى طاولة حوار لتأليف حكومة حيادية أو حكومة وحدة وطنية ما يعني تحيادية هادي أنا بدي أحكونا بكلمة حيادية الحيادية حتى الرئيس الجمهورية يعني ليس أولي هذا الأمر من في حيادة بهذا البلد شو بان أنت حيادة ما في حيادة بهذا البلد حيادة عادية عن الانتخابات يمكن هادي هادي شو؟ أنه قعد أغير مرشحين للانتخابات النيابية لا رئيس ولا مزارة فينا عايدة الحكومة إذا نقول أنه كل واحد عضو في هذه الحكومة إذا بريترشح على الانتخابات عليها أن يستفيد تحلصت للصور وإن المشكلة بيقبلوا الوزراء الموجودين حالياً ما يترشحوا انتخابات لا إذا بريترشحوا يستقيلوا كل الوزراء عندكم يستقيلوا لا نحنا لدينا ولا وزير نحنا نيب بدوا يترشحوا كلنا عندهم طموحي يترشحوا ها ساعة شفتي كيف هاي طريقة ها ساعة وزراء هم تعطيهم طريقة هم تعطيهم طريقة هم تعطيهم طريقة هرفتي كيف أنه طيب لدي ستوريك بنص على نحنا قدمنا اقتراح إنون على المجلس النيابي على أساس إنه ما يصير فيه نوع من الدمج بين الوزارة وبين النيابي وين هو وين هو فإذا بدهم بيحكوا شي وضدوا بنفس الوقت إذا بدكم حكومة حيادية إنه أشخاص فيها ما بيترشحوا على النيابي طيب ما هاو بس يجوا بيصيروا سياسيين بصير بدهم يترشحوا على النيابي فيك تمنعيه بدستوريك فيك تمنعيه ما فيك طيب فايزان خالي فايزان ليش عم تحك على بعضنا ما في شي اسمه حيادة أنا بالنسبة لألي أنا بهمني اليوم الانتاجية لهذه الحكومة انتاجية هالحكومة في بعض الأمور بقلك نحنا أنا بقلك يا عن حالي من سبع سنين لليوم بمنطقة المتن الشمالي ما بدي إليك على صعيد لبنان ككل بمنطقة المتن الشمالي فيه أمور قلنا سبع سنين منتحارب منتعارك مع الحكومات السابقة لتنفيذ أي مشروع إنمائي بالمنطقة ولا مشروع كان يصير لا السنوية اللي بتسمعيني كم مرة حكيت فيها هوني شو صار فيها هالله هالله نية تلزمت ورح تبلش العمل بهاليومين عندك بعدين بسموه المحول اللي على المتن السريع البين رومي والإنابل لقلنا كذا السنة عم نحكي فيه بدأ العمل بدأ العمل بقى فيه بدأ العمل فيه النابل برمانة ورومي مزبوط ورومي والاني عندك بعدين الوصلة بين بعبدات والعطشانة وعين علاء العطشانة كمان هايدي صدقوا عليها بمجلس الوزراء ورح يبلش رح تتلزم يبلس الشغل فيها يعني في مشاريع كبيرة عندنا بمنطقة المتن الشمالي صارت هلا بعد عندنا طريق اللي هي من زحلة لا توصل إلى بعبدات اللي هي طريق الباع كله بيستعملها بأيام الشيطة خصوصا وطريقة آمنة أكتر بكتير من طريق ظهر البيضار بأيام الشيطة هايدي الطريق بدأت تسفيت هلا نعملهم مع الوزير وزير الأشغال لحتى اللي يزفتوا قبل فصل الشيطة لحتى اللي علقالي للناس تقدر تسلكها بأمان يعني في حركة صارت في قصة جسر جلدي باللي وعدتنا الحكومة انه من هلا يعني هلا نصار قربت على نهاية الدراسات انه هالدراسات هايدي رح بتصير ورح مشوف شو بدنا نعملوا بجسر قانتن ببلشوا الشغل فيه في عندك الدائرة اللي سقط مع هايدي الحكومة واليوم أنا بدعوة مع الانماء والأعمار الانماء والأعمار بعد ومنان ورطة القديمة كل شي ورطة قديمة عم نتخاها تحارب نحن وياه الانماء والأعماء والأعمار ورطة نحن ورتناها كل مشروع عند الانماء والأعمار مضروب لا لأنه ورتة ما بدون بتفضل اليوم الأستاذ نبيل الجسر فيه قانون صدر بالمجلس النيابي عن الدائرة بإسقاط الدائرة لحد هالأني حضرته بعده بيتحيل على الانون وبيلتف من هون وبيحط تسقط بالانون بيحطة قيد الدرس لا لا بدك تضرب الناس باقتصادها وبحياتها اليومية اللي قالهم 46 سنة الناس عم يتعذبوا الاستملكات نعم ستة واربعين سنة ما في استملك لا بيدفعوا للناس الأموال ولا بيحرروا لهم الأراضي ستة واربعين سنة طيب بس اليوم إذا تحررت الأراضي وهذا ما أيضا يعانيه اليوم بعض بالمناطق اللي هي كانت بينضمن استملاك المطار يعني إذا تحرر البلديات مش عم بترسم يعني شغلتهم يعني مجلس الوزراء حرر بعض رفع الاستملاك عن مناطق كمان كانت مستملكة من الستينات اللي هي بحدود المطار من بعد توسيع المطار ما بقى لهم عازي مزبوط البلديات اليوم متقاعسة مين بتابعونهم مين بتابعون يوم البلديات صاروا الناس بحلقة أصغر قادرين أنه يضغطوا على البلديات تتحرك البلدية اليوم صارت بمثابة أهم من الوزرات مزبوط مزبوط لأنه صارت بلديات كبيرة أنا اللي عم بوله أنه ما بيصير كمان مجلس الإنماء والأعمار يصادر أموال الناس وأملاك الناس 46 سنة في منهم ما معهم يشتروا حق دواء وفعلي ومبدعيا ما نخبر هديك النكتة مبدعيا بيحوى أقلا واحد منهم عشر مليون دولار ولكن فعليا عم نروح يشحد الدواء هذا اللي نحن صيبنا اليوم هذا مقبول طيب من الورث اللي ورثنيها من الحكومات السابقة اللي هو الإنماء والأعمار بس أليس بمقدور الحكومي كمجلس وزراء أن يسقط هذا الاستملاك بالأولين أساسا آخر أنون اللي هي أي استملاك لم يتم العمل به بعد سؤال للحكومي أنا بعد سؤال للحكومي هلأ نعطر جواب بالفترة اللي لازم تكون بعد سؤال سؤالين بعدتهم للحكومي بنسبة للدائرة اللي هو سقط بالإنون لأنه طلع إنون 2006 لتعديل قانون الاستملاك السابتاش وثمانتاش من الإنون 58 اللي بيعدل كل هالإشياء هايدي فبقى سألت الحكومي إنه هيدا سقطوا كلهم شو صار بأراضي الناس بعده الإنماء والأعمار مصر على إبقاء هالمناطق قيد الدرس أو تحت التخطيط هيدا منة إنونية بقى يعني بفوتوا فيها على الحبس اللي عم بيقوموا فيها اليوم الكائن التنظيم المدني أو الكائن الإنماء والأعمار وكلهم لازم يفوتوا على الحبس لأنه إنتوا عم بتصادروا أملاك الناس بدون أي واجه حق هاي وحدة اثنين قصة مكاب صيدة مثلا 20 مليون دولار مختفيين موسقة طيب هاي تسألوني عنه مثلا لحذرتك مطلع على أيضا ملف مكاب صيدة لحوه معي هوني وين لحوه مكاب صيدة اي لحوه هيدا هوني بـ 13-8-2002 هذا رسالة هيدا رسالة من نبيل الجسر أستاذ نبيل الجسر لحاكم مصر في لبنان عم بيطلب منه بس هلأ زمن قد نقدر نخدع شفية أقرب بيانات هيدا في نبيل الجسر مهم هلا بقرها هيدا هوني بقوا بالإشارة للموضوع المرجع أعلى وبالاستناد إلى طلب مجلس الإنماء والعمار وبعدها موافقتهم تم فتح حساب لدى مصرف لبنان في 31-12-2009 باسم المملكة العربية السعودية أشغال مكاب صيدة بقيمة 20 مليون دولار يتم تحريكه من قبل رئيس المجلس ورئيس المحاسبة لدى المجلس يعني نبيل الجسر وإلي رحي محفظ الألقاء وحيزا أنه من ذلك التاريخ يقوم المجلس دوريا بإرسال طلبات سحب إلى مصرف لبنان لتسديد مستحقات متعهد المشروع آخرها طلب سحب بتاريخ 13-8-2012 بقيمة 982.729 دولار أمريكي لم ينفذ من قبل مصرف لبنان نظرا لعدم وجود رصيد كاف في الحساب لتغطية قيمته وحيزا أنه تبين بعد استطاع مصرف لبنان هذه أقول إسماعية بعد استطاع مصرف لبنان بأنه في عشرح 1-2011 وبطلب من الهيئة العليا للإغاثة تم تحويل مبلغ حوالي 18 مليون دولار أمريكي من هذا الحساب لصالح ميد كلير لشراء سندات يوروبونس استحقاق 12-4-2021 وبالتالي أصبح مجلس الإنماء والأمار عاجزا عن تسديد مستحقات متعاهد المشروع بسبب عدم توفر رصيد كاف في الحساب أولا هو هذا الحساب من يعني متكلير هذه اللي بتشتري اليوروبونس هذه اللي تتابعة بتشتري اليوروبونس مش للدولة هلأ نية اليوروبونس تحولوا لأمين شو وين تيروحوا وين ومين اللي أمر بتحويلهم أول شي هاية اللي غاسمة على حق لأن الحساب بيحركوا فقط لغير باسم المملكة العربية السعودية وهون كمان في مخالفة فيها يعني نسينا هذه المخالفة باسم المملكة العربية السعودية ويحركوا مجلس الإنماء والأمار يأمل أستاذ نبيل جسر أو الأستاذ الإيرحية طيب تحرك هذا الحساب بدون بدون رأي رئيس مجلس الإنماء والأمار تب مين يعني اللي حركوا ما بعرف هذا نعم بسأل الحكومة مين حركوا وينن الأموال 20 مليون دولار أستاذ نبيل الجسر ما كان على علم فيه يعني ما هو باعت ما عن العلم أنه تحرك ما هو باعت الرسالة هذا بيقله بيخطه هو باعت الرسالة عم بيسأل عن المصريات ما فيه ينكر هلأ يعني يقول لا مش هيك يقلي وينن الأموال وكيف نسحب ومين حولهم منا عنونية كيف من هو الشخص اللي كان إله حق أنه يحركها لحساب هو الأستاذ نبيل الجسر طيب تحرك مين فيه آخر غيره وفيه حركة اللي رحيم لا يعني بالهيئة العليا للإغاثة ممكن أنه لا الهيئة العليا للإغاثة ما عاد إلى خصة لأنه صار الحساب بإسم الإنماء والأمار فمين فيه داخل مسجلس الإنماء والأمار إذا له الرئيس وله استاذ أدير حييم مين فيه حدرين لا بيقولوا أنه قال الهيئة العليا للإغاثة حولت الحساب ما لحق ضد الإنم ما لحق بس بأي مين اللي بقلب الهيئة حولت هذا السؤال أو الرئيس الأعلى للهيئة اللي هو رئيس الحكومة أنا زيك أديه عشره واحد 2011 حكومة الماضية نعم لأنه هذا بدي أليك شعلي بالسؤال أنا للحكومة أنا هون اللي سألته سألت السؤال سألتهم أنه هل أدخل مبلغ أول شيء في أول غلطة هل أدخل المبلغ 20 مليون دولار المخصص لتنفيذ الأشغال البحرية لحماية منطقة جبل النفايات في الصيدة في قسم الواردات من الموازنة وفقاً للميدي 52 لا ما صار عملوه فتحوا الحساب دغري هيك بدون ما يمروا على الموازنة العامة بعدين بأمر من تحريك الحساب المفتوح لدى مصف لبنان هو اللي معروف أنه من رئيس المجلس ومن رئيس المحاسبة كيف تم تحويل المبالغ من الحساب وتحويلها عن العدف أو الموضوع المخصص له مين اللي عمل بدون أي سند قانوني طب كيف صارت هيدا هيدا 20 مليون هيدا موسئة أنا بطلع بحكي فيها وفرجيها للناس بس هيدا موسئة ما بطلع بحكي فيها طب أيضا يعني بداخل الحكومة عم تقول حضرتك أنه أنا وجهت سؤال للحكومة من يتابع الملفات التي تبعون بيد نواب أو بيد هيدا أنا سؤال بوجهه للحكومة تعرف شو اللي صار ناطر جواب الحكومة وعلى أساس هالجواب بيجين من الحكومة كم سؤال ما عليون جواب بعد الحكومة اليوم أنا هلأني في من الحكومة هالحالية هالسؤالين ما موجههم لألون في اقتراح أنه هو وسام وسام بيئة لأنه في ناس تحرق دوليب وبتكسر وبتشوه البيئة ما حدا بيحكمون على القليل اللي عم بيحسنوا بالبيئة نقدر مثل مية من بدك تكافر بوسام بيئة أي شخص أي مواطن أي جمعية أي شي بيعملوا شي بيئة نقدر انكافؤوا من خلال هالوسام اللي هادي اللي عمل الأوسمة هو أساسا نابوليون اجوا سألوا اجا واحد مريشالة كبير قالوا لنابوليون طيب ليش ما عم تعطيني وسام لأله هادي تانكي ليش ما عم تعطيني وسام لأله قالوا هادي وجدت للي بيستحقواها للأوضايات اللي بيستحقواها فبقى هذا الوسام للناس اللي بيستحقون على اليد انكافئ الناس ما تطالما هيك هيك مش عم نقدر سوفت من أيام نقول يوكين ويوصلوا يصيروا مريشال ويكونوا مش ما بيستحقوا عم بلك انه مش عم نحاكم اللي بيشوهوا البيئة على لي نكرم اللي بي ايضا سوف أتابع معك بي يعني دائما نلافت بطلالتك دكتور نقولها انك بتشدد انه الانماء اولا بالنسبة لألك وانه اذا بتكون دا لكم تاخدوني على السيل للسلح ارجع جيبكن على الانماء الانماء بهدف الانتخابات الانتخابات بعد فاصل على النسخة شايتين ابرح فيكن مجددا ونتابع الجزء الاخير من حوارنا مع عودة تكت والتغيير والاسلاح النائبنا بين اولى دكتور بالانتخابات اللي هو الكل بدأ يحضر انتخابات وجولات العمد ميشيل عون سواء في الداخل او في الخارج توحي بانه انتوا بعضكم مقتنعين انه الانتخابات قائمة هل ما زلتم على قناعتكن بانه انتخابات بالالفين وتلات عشر نيابية قائمة نانسي في مثل بقول اعمل لدنياك كأنك تعيش تموت غدا ولأخيرتي كأنك تعيش طبعا نحن بالنسبة لقلنا منتين نهار الانتخابات وكأنك عايشون ابدا نحن بالنسبة لقلنا منتين نهار الانتخابات لانك قلت كلمة مرأتية هيك انه انماء انتخابة لا منه انماء انتخابة لانه هذا الموضوع انا انتخبت بالالفين وخمسة بشهر تشرين فتحت الموضوع المواضيع هذه كلها سوا فإذا دغري بعد الانتخابات كانت فتحت المواضيع انا اعطاني المواطن اللبناني اعطاني وكالة انا عمشتغلوا بوكالته لاني عمفكر بالانتخابات ولا عمفكر بأي شيء آخر ممكن اني اترشح ممكن اني ما اترشح ولكن المهم انه هالفترة اللي انا كنت فيها كون قديت واجه بالتجاه المواطن اللي اعطاني هالوكالة هايدي بس قصت انه في انتخابات او ما فيه بالنسبة لانه بنى تصير الانتخابات بتقوليني عم نشتغل لا الانتخابات لا تبتكن تصير الانتخابات فيه قانون لهذه الانتخابات اليوم بتعطيل الجلسات التشريعية هل تذهبون الى انتخابات بانون الستين كيف تتعطل ساعة الانتخابات الفريق اللي عم بيعطل لازم يعرف انه انت عم بتعطل الانتخابات لانه كلنا سواء هني زيتم بقولوا هني بيقولوا لكم انتوا قبل سكرتوا المجلس سنة ايجا دوروني سكروا المجلس ولو سنة ما قبل الانتخابات هاي غلطة كمان عم تستعملوها الصحافي بتستعملها مع انه لازم تنتبهولها اعمال المجلس النيابة منا فقط بالهيئة العامة الهيئة العامة هي نوع من التصديق والاختراحات اللي بتصير الشغل المجلس هو بالليجين بالليجين الليجين ما تعطلت بوقتها بينا نجي على الليجين هني قاعدين بالقطيل الخيفينين على حالهم من القتل هني ما كانوا يجوا واليوم هني زيتهم قال ما بيجوا على الليجين بحجة النشوء انه هن معرضين سوري يعني انا من يومين كنت معزومة على الغداء باحدى المطاعم بمنطقة طباية معزوم باحدى المطاعم وحيتك انا وقاعد بالمطعم شوف تلاتة من النواب نايم ويمكن والثالث مش نايم ما انتبهت له للثالث بيجوا على المطعم انا قاعد جوا مخبأ جوا بقلب المطعم هني قاعدوا بجنين برا بالحديقة طبعا المطاعم مدخنين مدخنين او غير مدخنين انه المجي على الليجين في عليا خطر اما القاعدة بالمطعم بحديقة عامة او بشو اسمه هاي ما فيها خطر اللي ارجو عني خارجهم الفكرة انه حدوا حالهم بفكرة الخطر انه نحن ما بدنا نعطي هذه الحكومة ولا نساهم باي لا جلسة ولا لجان ولا اي امر يساهم بانه استمرارية هذه الحكومة شو خصت الليجان من الحكومة؟ الليجان عم تدوس قانون انتخابات بالاخر لا تقرر هذه الحكومة الحكومة قدمته خلصت قدمت مشروعه وخلصت علينا نحن كانوا بنشتغل شو خصت الحكومة فيها؟ ما خصت الحكومة بس اذا استمر الوضع على ما هو عليه وبعدين اتبع بعمال الليجان منك مجبورة تدعي الوزير بينما اذا دعيتين الوزير مجبور يجي هذا الفرق انه انت سلطك فوق سلطه طيب تعود عول الليجان وبدو ما تدعو الوزراء هل تعتبر بانه اليوم كوة 14 ازائر بهذه الخطوة التي تقوم بها بهي شبهها الصياد لتعطيل الانتخابات لتعطيل الانتخابات فقط لانه رح تنجح بتعطيل الانتخابات يعني اذا لم تنجح في اسقاط الهكومة هل تنجح بتعطيل الانتخابات ان شاء الله بيرجعوا لضميرهم وبترجع بتسل بس انا عم يقولوا انه الانتخابات فيه قانون يعني من قال انه بدت تعطيل فيه قانون موجود له الستين ليه لا تسرع على اساس الستين قانون الستين الغلطة اللي صارت بالدوحة انه ما قالوا اللي مرة واحدة بس قانون الستين اليوم في رفض عارم بلبنان اللي كان منهم فريقهم هنا واللي كان من فريقنا نحنا واللي كان من رجال الدين المسلمين والمسيحيين هناك كتير امور مرفوضة بلبنان ومن الجميع مرفوضة من كل الافريقاء ومرفوضة من رجال الدين المسلمين ورجال الدين المسيحيين اذا كنا بنحكي بالشراكة الحقيقية بالبلد شو دخل رجال الدين المسيحيين والمسلمين في قانون الانتخاب لانه عم بيعتبروا انه نحنا بلدنا رفت كيف انه فيه اشحاف بحق الطائف المسيحية وانه فيه نص النواب المسيحية مش عم بيتخبوا بأصوات مسيحية والكل اليوم قلبهم على المسيحية وعم بيجعون بس بطيلة 16 سنة حطموا المسيحيين ما خلوا فيهم شيء للمسيحيين بس ما انتو بيانون الستين المستحدث بالدوحة انتو أفرجنا أفرجتوا كما تطولون وحررتوا وغيرها من المصطلحات للصوت المسيحي لنا نحنا انه هيدا لانه ما كنا قادرين في ذاك الوقت وقلنا منطلع السلم درجة درجة ما كنا قادرين نحصل على أكتر هلأ اليوم نحنا لقينا انه أفرجنا عن قدية 17-15 بس اني يبدوا انه هاويين انه يكرروا أخطاقكم 14 دار فمن ضمن الأخطاق تكرار أنون الدوحة وأنون الستين هني هني لأ يعني انتو أخطعتوا بالدوحة وانتو قررتوا بالدوحة اليوم هني عم بقولوا طيب خلينا نحن محكين بخطاقهم بالدوحة نحن محكين بخطاقنا بالدوحة ما عم تقول الستين غلطة يعني عنون الدوحة إذا بدك مش غلطة لتلك كان في بعض شوائب يعني بين الستين والدوحة والألفين الستين أفضل بينما اليوم نحنا الإنسان بيتطور ما بيرجع لأورا إذا عنده قادرة ما شنقيتوا الستين على قانون الوزير فوقت بطرس وقتا كان في تطور قدامكم رحتوا تتركتوا التطور ورحتوا على الستين كان في مشروع أنون مقدمتها هيئة الوزير بطرس تقدرنا نحصل على اللي حصلنا كان فيه ظروف دولية معينة طيب اليوم بقول لكم ظروف دولية أصعب وإقليمية أصعب وحرب وثورات عنزل ولو طارت يعني عم تحكي ما عاد اسمها سياسة بلد صار اسمها عنزل ولو طارت اللي عم بقليك إنه بوقتها كان فيه ظروف دولية بالوقت اللي هن كانوا مطلقتين بالسلطة من سنة التسعين لسنة الالفين وخمسة الالفين وتسعة مطلقتين بالسلطة ومتكبشين فيها مثل مبدون لأنه هن متحكمين بالمجلس النيابي جينا نقول لهم هلأ كان فيه ظروف دولية سمحت لنا بجرعة من الأكسجين مثل ما بيقولوا أخدناها هلأ عشنا بهالجرعة لعطونا إيها فتحنا طيب اليوم انت عشنا شوي ممنوع علينا لأن انت عشنا شوي نطلب ان ننتعش أفضل وممنوع عليهم هن لأنكم انتو أقصيتون عن السلطة أنو يقول لكم لا بدنا نرجع من أقصان أي سلطة أقصينا هنا أنو اليوم بأكترية هن يعدي ندعون علامات استفهم أي أكترية ما عندهم أكترية ما عندهم أكترية أنتو عندكم أكترية لأننا هلأ عنا مع الأستاذ والي جمبلات عنا إذا رأى الأستاذ والي جمبلات لعندهم بسرور أستاذ والي جمبلات بيأخدكن على قانون جديد مش نوية أخدكن على قانون جديد مازال هو عندكم هلأت كريمة روح على قانون جديد بدي إليك شالي أنا بدي أحكي على النوية كل واحد إله حق اليوم يحط شروطه على الطاولة جاي يحاور اللي جاي يحاور عنده شي بدي يحطه بيحطوا على الطاولة والتاني بيحطوا على الطاولة هلأ شو قدرين نتقارب لبعضنا نتقارب ما حدا بيقدر سمعنا لأستاذ والي جمبلات من أسبوع يمكن قال أنه من كل هالقبل أنا متعلق بقانون الستين أنه في مجال للبحث ما قال أنا مع قانون الستين الزرم طيب بين قانون الستين ولا انتخابات شو حتنقوا أنا بالنسبة لألي خلينا هيك لاش لندن نكلف الدولة مصاري بس تكونوا تربطوا استحاء انتخابي يعني تكونوا أعلنتوا أنه هذا البلد بفوضة لأليك شوية بدي أليك شالي لأنه رح بيتكلف البلد أموال طائلة ورح نضلنا مثل ما نحن مع كل الأحوال رح تضلكم مثل ما أنتو لا بس في فرع مع أنه في فرع مع أنه يمكن تغير المزاج العام من قال أنه بعد المزاج العام هو زيته يمكن كنتوا تقولوا قدرت أنه جلب المختصر مع بسألك سؤال كنتوا تقولوا أنه جلب المختربين هو اللي أثر بالنتائق جربوا بركة ما في قدرة لجلب المختربين هذين مرة لو بالستين لكن في مصاري أكثر من قبل هلأ هلأ صار في دول عم تدفع تدفع مباشرة كانوا يدفع أو لا شو اسموا بالواسطة هلأ صاروا عم يدفع مباشرة هلأ في دول تدفع مباشرة بشو عم يدفع شو اللي بيانكم أنه اليوم في دول مستعدة تدفع مباشرة منك عم تقري شو في حواليك شو بالاستحققات بيانت لكم اليوم أنه في دول مستعدة تدفع مباشرة منك قاشعة شو في حواليك يعني منك قاشعة منك قاشعة فيني يكون قاشعة شو فيه بس أنتوا شو اللي شايفينه جيش الصور الحار مين عم يدفع له اليوم أنت منعالك هلأ نية أنه هيدا الدول اللي عم تدفع لضرب الاستقرار بالمنطقة ككل ما بدي يحكي في لبنان بس أنه هيدا بدت تجرب أنه يجي ناس يصير فيه أكترية بالبلد أكترية محترمة كان من عندنا أو من عندهم أكترية محترمة تقدر أنه تدير شؤون البلد بطريقة معينة ولا بدهم يخلوا البلد مقصومة عموديا بالشكل اللي مقصوم فيه أيضا من ضمن الانتخابات بيجعوا ليتكون بكل ما تقومون به تحالفات بالمثل تحديدا هل صحيح أنكم عم ترجع تفتحوا الخطوط مع نائبة ميشيل مر هي مثل بيقول بالسياسة ما فيه خصم دائم ولا فيه صديق دائم الأمور تتحرك هذه بالتحالفات الانتخابية فإذا كل شيء ممكن كل شيء ممكن يعني خطوط التواصل هتفتحها هذه القوات ما أساسا من قطعت من قطعت لما صار بين التوصفات الجلبي وغير ومن المصطلحات هذا كلام انتخابي مثل الانتهام السياسي لا لا شوفي أوباما وهذا التاني مترومني مترومني مش عم بعرف أرفضل اسمه الله يسلم هادي الاثنين بيصبوا بعضهم بفرنسا بين أولاند وبين ساركوزيا نشروا عرض بعضهم ما خلوا شيء إلا ماله هادي بتصير بالانتخابات كل واحد بيحاول بالانتخابات أنه يفرج الصورة اللي بش على الآخر بس مش معناتها أنه بالنهية بس تطلع النتيج ترجع تلاقيهم أنه بيهنوا بعضهم وانتهت القصة فبالنسبة لألنا أنا بعتبر أنا كاد إنسان ديمقراطي وعشت ديمقراطية وربيط على الديمقراطية وعشت ببلد مع الحزب الديمقراطي بأمريكا يعني أنا ما لي خصة فيهم مع الأدخابات الثالثة ما لي خصة فيهم يعملوا بالدنيا الأمريكية شو رع يتغير بيتغير بالنسبة لألنا شو رع يتغير بيتغير الممكن أن يعكس على سلحات العربية المتغير لألسيس الخارجية الأمريكية مبنية على أساس مصلحة إسرائيل الكائنها أو الكائنها الكائن الأحمر أو الكائن الفيل ناينو سوى كارمز الأحزاب هكذا ناينو سوى ناينو سوى مدفين على مصلحة إسرائيل أنا شو بدي يتلعلي منها إذا مصلحة إسرائيل من الأساس تتناقب مع مصلحتي يعني الإجاها هي أو إجاها بس أنت مؤثر بالانتخابات الفرنسية مين؟ حضرتك أنا من وقت اللي أصبحت نائب في البرلمان ما انتخبت ما استعملت لانيك ولم أطعطى بالشؤون السياسية الداخلية بفرنسا قبل كنت ناشط إيه عيما كنا في فرنسا كنت ناشط ولكن وقت اللي أنا أصبحت نائب وعندي باسبور سبيسيال هذا صاروا كلهم عندهم منه هلاني في الفنانين وفي كل الناس عندهم مثله يعني هذا الباسبور اللي معناية من وقتها بطلت أنا أطعطى ولا بأي شأن سياسي خارج عن الحدود اللبنية لو ما كنت نائب من كنت لتختار أوراند ولا ساركوزية أنا دايما عندي نوع من الجنوح باتجاه دايما اليسار نعم نيا لألك ليش بس مسألتيني لأنه اليمين بفرنسا يعمل وكأنه يساري واليساري يعمل وكأنه يميني هيك بتكوني أنت خلقتي نوع من التوازن يعني ستكون في لقاء أولاد لأحد وجهوا لكم دعوات لا، لا، ما توجه و جاي يجوف رئيس جمهورية هذه الزيارة، ما هي تكون عن بقاء الحقومة ما هي من هنا، ما هي من هنا، ما هي من هنا، ما هي بيزل ب ثلاث ساعات سياحة ثلاث ساعات، بدوق القهوة اللبنانية عن قريب ما بتتوقع لكم إننا ننتاج سياسية هذه الزيارة لهم نوصل لنهاية لقاءنا ما فينا ما في قلتلك يجب أن يكون الاتكال على أنفسنا خلينا نوقف بقى كل الموضوع هلأ شوفي مثلا جماعة 14 قدار إذا بتشوفين كيف نسابين بعضهم بالجرائد بجريت الأخبار طبعا بارية يعني عم بيعطونا حق باللي كنا نحكيه نحن على فكرة طالما ذكرت عرفت بدك تحكي عن الأمان العامة عن الأمان العامة هوني بقول أنه يقول أحد عضاء الأمان العامة مضيفا هم يحاولون منذ فترة العودة بأي سمن إلى السلطة هو اللي عم بقوله على أنقاض جمهورهم الذين لم يرتقوا والدليل أنهم يغيبون عن قضاياها المعاشية والاجتماعية والاقتصادية فيما لا يضعون نص بعيرهم سوى الحكومة التي يريدون العودة إليها وحزب الله ونجيب مؤاتي هاي كلام منهم هن نحن محكينا هالكلام بالكلام اللي كان أن الرئيس برري ختم الحلقة بما سرب اليوم ببعض الصحف أن الرئيس برري بعض أس أم أس بالأمس لرسالة هاتفية للنائب السابق فرس سعيد قيله فيها أنه بالأس أم أس أنه نداء عاجل مطلوب منصق عام للأمان العامة لأثمانة أدار على أن يسطحب معه صورة شمسية لا يكون مضى عليها أكثر من أسبوع يمرد عليه السعيد قال له للرئيس برري تشرفني هذه الدعوة وتسلم هذا المنصب لكن انتظروا علي إلى ما بعد انتصار الثورة السورية يعني هيدا الأسأباس بهذا الخبر اللي هو يعني مش رح تثبط معه لكن هلأ لأنه من هلأ الوقت يمكن يصير في منصق عام غيره ويأخذها يتلقفها لأنه لصة طويلة بسوريا وانها الصباح من ليلة ضحاها يعني لهون نسأل نهاية لقاءنا عودة تكتب التغيير والإصلاح النائب دكتور نبيل نقول لك شكرا جزيلا لألك مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة غدا حلقة جديدة من برنامج حدث وكونوا على الموعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة